تواصلت ردود الأفعال السياسية بخصوص سحب ثقة من المفاوضية العليا للانتخابات أو تجديدها فقد كشف نواب عن وجود حراك وتفاوض بين الكتل لتحديد مصير المفاوضية فيما يرى آخرون أن على البرلمان القيام بدوره الرقابي بسحب ثقة عن الفاسدين والمقصرين في الوقت الذي تسعى فيه كتلة الأحرار لإقالة مفاوضية الانتخابات تتواصل الحوارات بين الكتل السياسية لتحديد موقفها من سحب ثقة من عدمه فيما يؤكد نواب أن نزاهة أو فساد المسؤول لا يحدد مصيره بقدر ما تحدده الاتفاقات السياسية ومزاجيات الكتل ليس نزاهة أو كفاءة الوزير أو الهيئة المستقلة هو من يحدد نهايتهم وإنما مزاجية الكتل السياسية داخل البرلمان إذ شهدنا في الفترة السابقة استجوابات كانت سياسية بحثة واستهداف سياسي وأدت إلى سحب ثقة من وزراء هم أكفاء بالتالي ليس كل من يصحب منه الثقة هو فاسد أو هو غير كفو وإنما أعيد وأقول مزاجية الكتل السياسية داخل قبة البرلمان هي التي تحدد نهاياتهم نواب آخرون رأوا أن البرلمان مارس دوره الرقابية بمهنية من خلال استجواب المسؤولين وأن هذا الاستجواب يجب أن ينتهي بإقالة الفاسدين نحن بالاستجواب الذي استمعنا إليه داخل مجلس النواب تبين لنا بأن هناك خروقات واضحة ومخالفات كبيرة للقانون وبالتالي المجلس في هذه الحالة يمارس دوره ونحن الآن مقبلون على التصويت على إقالة المدن فوضية وتبقى أربقة البرلمان المنشغلة بقضية المفوضية العليا للانتخابات تحمل وعدها الجواب حول مصير المفوضية والذي سيعلن خلال الأيام المقبلة فيما تستمر عمليات الاستجواب النيابي بالرغم من الشد والجذب حول تسييس الدور الرقابي للبرلمان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر